السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم محمد سامي. فيديو النهاردة عن متسكل لسه نازل السوق جديد. وفيه ناس عمالة تسأل عليه وعايزة تعرف مواصفاته. طبعا المتسكل اللي هنتكلم عليه النهاردة بنل اس متين. طبعا ده اول سلسلة الاس اللي هتنزل عندنا مصر. ولسه ما اعرفش يعني هتنتبقى سلسلة الاس ديت. احنا عارفين سلسلة التين تي وسلسلة الفي اللغار والفي الليم. طبعا حاجة محترمة المكناة دي يعني الشكل العام كده حاجة محترمة بس هنتكلم عن الشاسير وعن المساعدة الخلفي وعن المطور في الفيديو ده. طبعا الشاسير بتاعها حاجة كده يعني شوفت شاسير متين وخمسين الهندا او الربعمية الهندا. حاجة كده لفة على المطور. واخد المطور في حضنها من تحت. واخد التشريب نضيف جدا بصراحة يعني مفيش اي كلام نتكلم عليه. المطور. المطور متين سي سي. سبعتاشر حصان. مرش بدون منافلة. دي بقى دي المعلومات اللي عن المطور. تبريد مي. تلاتة بجو. تلاتة بجو. تلامي. شوف كلمة تلاتة بجو. يعني. بستم. متين سي سي. ركب عليه تلاتة بجو. طبعا ده المساعدة الخلفي. وهتكلم عنه لان مش المساعدة الخلفي هو اللي الفكرة فيه. الفكرة ان هو عامله قاعدة من تحت كده زي مكارزن. غريبة شكلها بصراحة يعني هو افكر فيها. علشان حل مشكلة ضعف المساعدة الخلفي. ودي نقطة مش مش وحشة. ان انا اشوف العيوب وعليكها مش عيد. دي النقطة. ارجع معاكم تاني المطور. طبعا المطور تبريد مية في قلبه لاداتير. وانا اجاب صور لاداتير. افرقوا عليها. المطور. مش شركة قالك. اخر السرعة الكسوة. لا تتخطى المية واربعين. المطور تلاتة بجو. في بجو الناحية دي. في بجو هين اتنين. في الجنب التاني. يعني في بجو هين اتنين. في الجنب اليمين. يعني ده الجنب الشمال في بجو هوا. الجنب الشمال اليمين. في بجو هين اتنين. الشمال في بجو واحد. وفيه حساس حرارة فوق. طبعا التلات بجو هات. علشان يبقى الحريق مزبوط. الفكرة ان الحريق يبقى مزبوط. لا. لو قدر الله بجو اطل. يبقى معاك اتنين شغالين. اتنين اطلهم متائز شغال. طبعا المطور على كاتينة. وعلى كاتينة عشان يرضي الناس اللي مش عجبها الموتير اللي على السياخ. زي الجديدة. ده نازل يغد محطة في النص كده. عشان يرضي جميع الاطراف. والكاتينة هنا كاتينة محملة مش كاتينة من اللي هي. كاتينة اللي هي الضعيفة اللي كان بيحصل منها مشاكل. طبعا المطور هنا اربع صباب. والاربع صبابات ركب عليهم ميزة بقى يعني بص. هتشوف النعوم هي اللي انت عايز. الشوكيش من فوق اللي بتلف على الكاما. الشاكوش ركب في بليا. عشان ما يبقاش في احتكاك في الكاما على طول. والكاما يحصل فيها تآكل او يحصل فيها خشونة. او المشاكل اللي احنا كنا بنشتك منها قبل كده. طبعا دي حاجة نقطة تتحسب لبنيل لانها عالجتها لاني كنا شايفين منها مشاكل في الفيل ار وفي الفيل ام بدون منافلة. طبعا المكانة مش مطور مش كاربراتير. ونصيحة للصناعية اللي بتشتغل او المكانيكية بلاش حد يجي نحيد. الموتسيكل ده عشان هبوازل صاحبه. لازم حد يكون مختص في الانجيكشن. وطبعا الانجيكشن ده اللي هو بديل الكاربراتير للناس اللي ما تعرفش. وطبعا هتنبسط. طب اللاداتير هنا. اللاداتير بقى واغي الشابقة كاشتسلك من قدام كده. ده عامة للمحافظة عليه. راكب في الجنب حساس الحرارة. راكب عليه مروحة للتبريد. عشان تبرد السائل اللي هو المياه. والمروحة هنا. يعني حاجة عن تجربة من المكنة تي ان تي. لان شركة بنيل عارف هي بتعمل ايه. لان التبريد ههم حاجة في المطور. ونصيحة للناس اللي هتجيب المكنة. ما تروحش لأي صنايع بتاع مكن صيني. وطوله اشتغل في المكنة. او في الموتسيكل. لان الانجيكشن هنا. راكب عليها على الكنترول بتاعه اسلاك كتيرة. ولقدر الله لو اي لعب. هتبوز. الرشاش بتاع الانجيكشن. البوز الحساس بتاع البوابة. هتعمل مشاكل لنفسك انت في غنى عنها. وطبعا الموتسيكل لسه ما فيش غيار قطع غيار نزلت له. ولا هتنزله دلوقت. يعني انتم شايفين الكنترول عامل ازاي. فحرم ان انت تروح تجيب مكنة. تلاتين الف او بتسعة وعشرين الف. وبوصة. في الفاضي. الموتور ده بيقدي اداء بصراحة. هنجرب المكنة وهنعمل فيديو عن تجربة المكنة. وهنزله برضو. ان بنيل بتواكب العصر ازاي? نزلت الفعة اللي تحت اللي هي لي عار تلات سنة نزلت بتواكب العصر نزلت في تين تيل مية وخمسين نزلت تين تيل ميتين وخمسين طبعا هي بتنزل بتنزل في جميع الاسعار يعني نزلت لحد 25 ووقفت وبعد 25 نزلت ب38 او باربعين ليه 250 طبعا كان فيه فراغ الفراغ اللي هو من 25 لحد الثمانية وثلاثين اللي بتلعب فيه شركة بجاج مثلا من 28 و32 في الانس اس والمية وتمانين فهي عايزة تحتكر السوق وديه الدماغ مستورد بصراحة عجباني ان انا نزل لكل يعني كل متطلبات اللي السوق محتاجة للمستهلك محتاجة يعني نزل لك مكانة باكم امامي وخلفي ومساعدين مقلوبة وعدات ديجيتال واشارات لد طبعا دي حاجة بنزل لك مطور بتلاتة بجوه بلاداتير مية 200 سيسيه انت عايزي تاني فهو فكر تفكير مش مش وحش وميزة ان المكان الصيني يعني انا هشوف المكانة دي نكحة في حالة ان الزل اللي كتع غيارها بسرعة لان المكانة تي ان تي المية وخمسين لحد النهاردة مش لقيين لها كتع غيار يعني الضافر اللي هو بيبراكب على جاء على التانك القصر مش لقيينه الفيبر الكسوة اللي على التانك الفيبر دي قصرت مش لقيينها فاتمنى من المستورد ان عشان ينجح المكانة ينزل لها قطع غيرها لكن انا من الناس اللي هشوف ان المكانة دي معمرة طبعا انا عندي ملاحظ شفت كزا ملحظة كده في صور المطور وهتبقى عيوب طبعا مش هينفع تكلم معنى عيوب الا في تجربة المكانة محدش يجي يقولي النهاردة على عيوب انا عيوب هو انا لسه ركبت المكانة ولا جربتها ولا مشت بها على الطريق الفيديو ده ناس كتير كالطلبة وانا نزلته هتمنى الدعم وتمنى الاشتراك في القناة وبشكر الناس اللي بتدعمني وتمنى ان يكون في التوقف الفيديو ده مش اكتر وشكرا